مجموعات خبراء التقنية إعداد وتنسيق المستندات لتجهيزها للطباعة بطريقة برايل طبعا يا جماعة الخير تحدثنا أمس عن تنقيح النص وتجهيزه وخلوة من المشاكل المتعلقة بالأمور التي تشوبه وهي موجودة عند المبصرين حتى يصبح النص إن صحة التعبير يصبح النص خام وجاهز لإدخاله إلى محرر برايل سواء كان سوفتوير أو كان سطر إلكتروني تحدثنا يوم أمس أن نشيل المسافات نستبدل كل المسافتين بمسافة عفوا أول شيء تابات نشيلها نستبدل كل المسافتين بمسافة نستبدل طبعاً نكرر هذه العملية نستبدل كل المسافة نقطة بنقطة كل المسافة فاصلة بفاصلة كل فتح قوس مسافة بفتح قوس تطبق على فتح القوس الهلالي والمربع والمزخرف كل مسافة غلق قوس تستبدل بغلق قوس وتطبق على القوس الهلالي والمربع والمزخرف تحدثنا عن استبدال أيضاً بعض الرموز مثل مسافة واو مسافة تستبدل بمسافة واو لأن هذه حركة منتشرة عند المبصرين تحدثنا عن بعض الأخطاء الشائعة مثل كلمة القرآن وتحدثنا أنه لابد أن يكون المستخدم على وعي بالمستند الذي سيعمل عليه أو سيلخصه أو سعفون أو سينسقه ويعني لابد أن يفهم طبيعة المستند بعض المستندات بمجرد ما تقرأه أنت يعني تعرف أخطاءه الإملائية المنتشرة فيه والمكررة فيه طبعاً مثل الأخطاء المنتشرة لما تجد مثلاً يعني بعض المستندات كل كلمة على يكتبها مثلاً علي وكل كلمة علي يكتبها على فأنت هنا لابد أنك تستبدلها وتكون حذر في التعامل مع مربع البحث والاستبدال لأنه خصوصاً إذا كان المستند طويل فأنت قاعد تعدل في مئة صفحة أو مئات الصفحات أو عشرات الصفحات من الصعب جداً أنك يعني ترجع وتدقق كل شيء أو كل حرف على حدة طيب بعد هذه المرحلة إحنا الآن أصبح عندنا النص جاهز لإدخاله إلى برايل حتى نعمل عليه التنسيقات المتعلقة ببرايل ويعني ننسقه تنسيق يليق ببرايل وحسب ما أقر مثل ما اتفقنا أمس في المؤتمر عام 2002 1423 هجري قبل 17 سنة من الآن وطبعاً هذا المؤتمر مؤتمر تطوير وتوحيد خط برايل التي اجتمعت فيه غالب الدول العربية والتي اتفقت على خط عربي أو مصطلحات عربية يعني بعيدة عن الاجتهادات كان زمان كل دولة تجتهد اجتهاد وغالباً كان برايل المصري هو اللي منتشر ولكن بعد ما دخل هذا النظام حيز النفاذ يعني كأن الأمور بدأت تهدأ وإن كان ما زال إلى اليوم بعض الناس يستخدم برايل القديم بحكم أنه يعني تعود عليه خصوصاً الكبار في السن طبعاً أنا اليوم أتكلم عن النصوص القرآنية والنصوص ستامي فضل في أحد رفع يده آيفون مادي قبل ما تتكلم تأخذ مشاركة شيء ما دري هو عنده مشاركة ولا عنده مشكلة إذا مشاركة باقي مو الحين مشاركات مادي أشيء طبعاً نسأله نفتح المايك عنه نشوف نسأله نسأله طيب تطاليا آيفون 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 طيب يبدون شكله رفي عده بالغلط أو الشيء هل سأقوم بعمل حديثي اليوم بيكون عن المستندات أو النصوص القرآنية وبيكون عن بعدها النصوص في الحديث النبوي والكلام فيها ماهو كثير بيكون عن النصوص الشعرية بعدين بنتكلم عن عن رموز برايل بالماحة سريعة بعدين بنتكلم عن ملاحظات حول رموز برايل وبعدين بنتكلم عن ملاحظات عن الاختصارات بنتكلم فيها كلها بمشيئة الله سبحانه وتعالى وطبعا أنا اليوم قاعد أجهز وأكتب من البيدي إف ويعني حتى يكون أسهل علي أني أقرأها عليكم طيب يا جماعة الخير أول شيء النصوص القرآنية النصوص القرآنية يا جماعة الخير ما ينفع أبدا 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 أنها تكون مثل النصوص العادية أو النصوص النثرية لا بد أن تكون لها قدسيتها لا بد أن يحرص الإنسان إذا أخذ نص قرآني فإنه يأخذه بمثل ما هو مثبت في مصاحف المكفوفين الشائع ما يحاول أنه يعدل فيه النص القرآني يا جماعة الخير الذي أرتضيه أنا والذي دائما أبث للناس وأتمنى أن يكون صحيح لا بد النص القرآني أن ينزه وأن يقدس عن بعض التدخلات التي لا تليق بالنص القرآني مثل إيش أولا ما ينفع أبدا خصوصا فبرايل أن يكتب نص قرآني بدون التشكيل على الإطلاق ما ينفع أنه يكتب النص القرآني بدون التشكيل طبعا في بعض المصاحف انتشرت وكانت طبعا بدون التشكيل وهي مصاحف إلكترونية كانت بدون تشكيل طبعا هذه ما تنفع إلا لللي حافظ ويبغي يراجع بس طبعا من ناحية الجواز والحرمة من ناحية الجواز والحرمة فكتابتها بدون تشكيل جائزة ما فيها مشكلة ولكن انت شف لمين بتوجه لمن ستوجه هذه الكتابة إذا كنت بتوجه هذه الكتابة لشخص ما يعرف يقرأ وممكن يقرأ إنما يخشى الله من عباده العلماء أو يقرأ إن المتقين في ضلال وعيون أو يقرأ مثلا يعني قراءة قد تخل بمعنى الآية وقد تصل إلى مرتبة الكفر فما يجوز لك إلا أن تحتاط مع كتاب الله سبحانه وتعالى وتستخدم التشكيل حتى يخرج من يدك ويخرج من ذمتك كمنسق ومهما بلغ المستند ما بلغ من المكفوف أو من بلغ من المكفوفين تكون أنت صفيت ذمتك وأخرجت كلام الله سبحانه وتعالى بالكلام أو بالشكل الذي يليق به الأمر الثاني والذي ينبغي أن ينزه عنه كتاب الله سبحانه وتعالى الاختصارات ما ينفع أبدا أن تختصر أبدا ما ينفع لما تجي تكتب مثلا الحمد لله رب العالمين تكتب سكون وهاء يعني لله وما ينفع تكتب العالمين باختصار اليانون ولا ينفع تكتب اختصار اختصار البعدين عين بعدين اختصار البعدين ميم بعدين اختصار يانون لا ما ينفع أبدا في القرآن ولا ما شابهها مثل أنعمت ومثل كان إلى آخره ليش ما ينفع طبعا ما ينفع لأنه طبعا بتكلم كلام تخصصي شوي وأتمنى أن يفهم من المستقر أن القرآن له قراءات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ووصلتنا بالتواتر في بعض القراءات مثلا أنا قاعد أتكلم مثلا وليس في كل شيء مثلا اتخذتم آيات الله هزوة مثلا اتخذتم آيات الله هزوة لو قلنا مثلا أن القراء عشرة ورواتهم عشرين هزوة عفوا اتخذتم اتخذتم ركزوا في الكلام اللي أقوله اتخذتم ما يقرأ بهذه الطريقة إلا أربع رواه من أصل العشرين راوي وباقي السطعش يقرؤون اتخذتم يعني خاء مفتوحة بعدين تاء مشددة طيب كيف هي موجودة في المصحف موجودة في المصحف بذال هل يجوز أني أحذف حرف الذال ما يجوز أني أحذف حرف الذال ليش ما يجوز أني أحذف حرف الذال لأني بحذفي لحرف الذال اعتديت على النص القرآني وحذفت حرفا من كتاب الله بدون مستنت وهذا ما يجوز إطلاقا فالقرآن يحفظ في الصدور ويحفظ في الصطور عدم نطقنا للحرف اتخذتم في رواية شعبة على سبيل المثال وهو الذي عليه جمهور القراء لا يبرر لنا أبدا أن نحذف هذا الحرف على الإطلاق ما أريد أن أصل إليه إذا كانت هذه قراءة ولا يجوز أن نحذف حرف فإن نحذف مجموعة حروف عشان نضع اختصار برايل هذا من باب أولى ما ينفع أبدا أن نكتب سبعة مسافة اختصار المسافة غفور الرحيمة ما تنفع وكان الله غفور الرحيمة أو تكتب واو سبعة بعدين تقول لي والله أنا قاعد أكتب نص قرآني هذا عبث هو يجوز فبرايل مقبول فبرايل لكن نحن كمسلمين كمتعلمين ينبغي أن نحافظ على النص القرآني وهذا الذي أنا أعمل به في المستندات التي أنسقها وهذا الأمر الذي أبثه للناس والذي أدين لله سبحانه وتعالى فيه وأتمنى أن يكون صواب فإن كان صواب فمن الله سبحانه وتعالى وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان انتهينا الأمر الثاني تنسيق الأحاديث النبوية الأحاديث النبوية المتقدمين من هذه الأمة كانوا يقدسون خط الحديث كما يقدسون خط المصحف ويرون أنه خط توقيفي ما يجوز العبد فيه خلوني أوقف هنا شوية في النص القرآني يا جماعة الخير بعض الأحيان ممكن أنت تتوقع أن الكلمة تكتب إملائياً هكذا وهي فعلياً ما تكتب هكذا في النص القرآني لها اختلاف لها شكل معين فالنص القرآني نص توقيفي ما يجوز إدخال بعض الأمور فيه ولا العبث فيه مثل التاءات المفتوحة يعني مثلاً نعمة في صورة النحل الثلاثة المواضع الأخيرة تكتب بتاء مفتوحة ما يجوز أنك تكتبها بتاء مربوطة وإنت تقدر تكتبها بتاء مفتوحة لأنها توقيفية طيب خلصنا بس هذه حاجة نسيت أني أنا أنوه عليها الموضوع الذي يليه موضوع تنسيق الأحاديث النبوية الأحاديث النبوية يا جماعة الخير كان المتقدمين من هذه الأمة يرون أن خط الحديث خط له قدسيته ولا ينبغي أنه يعني يعدل فيه أو يضاف فيه بل أنه في علم مصطلح الحديث يعني لهم كلام كثير في طريقة كتابة الحديث كيف تكتب السطر السند وكيف يكتب المتن وكيف يثبت الهامش وفين يعدل في الهامش ومتى يعدل في اليمين ومتى يعدل في اليسار بل أنه حتى تحدثوا أنه متى يشرب النص بالحمره ومتى يشرب النص بالسواد يعني يكتب باللون الأحمر أو يكتب باللون الأسود طبعا هذه حاجات مين موجودة في فبرايل الذي أريد أن أصل إليه يا جماعة الخير أن المتقدمين من هذه الأمة كانوا يرون لنص الحديث قدسيته والذي أنا أحب أني أنبه عليه أن أعامل نص الحديث يعني على درجة أقل من معاملتي للنص القرآني من ناحية التنسيق وليست من ناحية القدسية يعني ما عندك مشكلة لو تكتب بدون تشكيل ما عندك مشكلة لو تتجاوز في بعض الاختصارات لكن لا يكن هذا ديدنك وتتحدث يعني عن كتابة اختصارات مركبة في الحديث حتى يعني من يعني أنا راعي المتلقي الذي سيقرأ نصك هذا الذي أنت تقوم بتنسيقه راعي أنه أقل شيء يفهم المعنى العام من الحديث ولا يعني يكون فيه تحريف للحديث أيضا من الأمور المتعلقة بتنسيق المصطلح عفوا بتنسيق الحديث النبوي دائما في الأسانيد لهم بعض الاختصارات مثل دثنا يعني حدثنا ومثل ثناء أيضا معناها حدثنا ومثل حاء يعني تحويل السنة يعني حدثنا مثلا محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة يقول حدثنا علقمة بن وقاص الليثي حدثنا نافع حدثنا عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى عموماً إذا كان في الحديث أكثر من سند حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان وحدثنا فلان عن فلان فإن هناك بعض الرموز التي نص عليها أهل الحديث رحمهم الله تعالى مثل الحاء ومثل ثناء ومثل حدثنا مثل أخبرنا وأنبأنا بل إنه حتى من الدقة أنه متى يقول حدثنا ومتى يقول أخبرنا ومتى يقول نبأنا وفي فرق بين أنبأنا ونبأنا وأنبأنا رواية وأنبأنا هذه كلها أمور مبحوثة في مصطلح الحديث الذي أريد أن أصل إليه والذي يعني أنا يعني أريد أنه أنه أبث الثقافة هذه لابد أن رموز الحديث النبوي لابد أن توضع بين اختصاء بين يعني تنصيصين أو تنظى أو توضع بين قوسين هلالية كما هو معمول به في طبعات كتب الحديث لابد أن يكون لها شكلها الخاص يعني حتى القارئ ما يقرأ مثلا ثناء فلان ثناء فلان لأنه وإن كانت مكتوبة ثناء فإنها تقرأ حدثنا هذه طبعا في كتب الحديث وهي التي يعني بغيت أيضا أني أنبه عليها طيب في كتب الفقه طبعا انتهينا الآن من مصطلح الحديث أو من الحديث بشكل عام وهي ترى والله يا جماعة الخير عبارة عن إشارات يسيرة عبارة عن يعني عصارة خبرة أحب أني أبثها وأسأل الله أن تكون صواب وأن تكون هي العدل طيب كتب الفقه يا جماعة الخير طبعا اليوم كنت أتكلم مع الأستاذ أحمد الملة أول مداخلة أمس الصباح اليوم كنت أتكلم معاه فكان يتكلم عن كتب الفقه إنها مليئة بالتنصيص ومليئة بالاقتباسات فلابد من يعمل على كتب الفقه وأن يقرأ في كتب الفقه ويريد أن يبث بعض كتب الفقه وينشر كتب فقه أو ينسق كتب فقه لا بد أن يهتم ويراعي ما يتعلق بمسائل التنصيص إلى جانب ما يتعلق بالأحاديث النبوية وما يتعلق بالآيات القرآنية لأنه لا يمكن أن يأتيك كتاب فقه خالي من القرآن والسنة لأنها هي التي عليها المدار أيضا حتى لو قدرنا جدلا أنه مجموعة من الصفحات خلت من آيات قرآنية أو من أحاديث نبوية فلن تخلوا من اقتباسات عن فلان قال فلان فهي أقوال لأشخاص مقتبسة من أقوالهم من كتبهم ما يجوز نقلها بالمعنى ولا يجوز العبث فيها ولكن تنقل كما هي وتوضع بين تنصيصين ولا بد أن يراعى حذف المسافة قبل التنصيص وبعد التنصيص طيب يا جماعة الخير الكلام طبعا ينسحب على كتب التفسير الكلام ينسحب على كتب المتعلقة بالفتاوى وإلى آخره طيب يا جماعة الخير أو كتب العقيدة وإلى آخره طيب أبغى أتحدث عن كتب التاريخ في كتب التاريخ إحنا لاحظنا طبعا لما نتحدث عن التاريخ في عندنا هنا مؤرخين وهم أحمدين عندنا الأستاذ أحمد سهلي وعندنا الأستاذ أحمد الملة الاثنين مؤرخين يعني منهم لبن جرير الطبري على طول طبعا كتب التاريخ مليئة بتواريخ وسنوات فلابد أن يراعى مسألة مهمة جدا أنه في بعض كتب التاريخ تجد لمن يكتب لك 73 ها ما يفصل فإذا ما فصل إيش يصير يصير 73 ها تقراها أنت سنة 738 طيب فين تنكشف الأمور هذه تنكشف الأمور هذه لمن تلقاها في الميم لأن الميم فيه نقطة ثالثة والأرقام ما فيها نقطة ثالثة فإذا شفت مكتوب سنة 1500 ميم فأعرف ولا يعني ملصقة فيها فأعرف أنه الدنيا مع التاريخ الهجري مهببة فلابد أنك تدققها ولابد أنك تنتبه لها إلى جانب في كتب التاريخ أيضا فيها نصوص فيها أقوال لناس ما يجوز أنك تعبث فيها فتهتم بمسألة التنصيص إذا كان فيها آيات قرآنية إذا كان فيها أحاديث إذا كان فيها أسانيد وهي طبعا أقل من أسانيد أهل الحديث ولكن إذا كان فيها أسانيد خصوصا في كتب المغازي وكتب السير فلابد أنك تتنبه لها لكن أنا اللي يهمني في كتب التاريخ وأيضا حتى في كتب الحديث وكتب الفقه سنوات الوفاة لا بد أن تنتبه لها حتى ما تجعل اللي توفي في سنة ثمانية للهجرة توفي في سنة ثمانية للهجرة وتزود كل واحد من عمره ثمانية في خانة الآحات وعليك الحساب عموما يا جماعة الخير يعني اللي مولود سنة سبعمية وثمانية للهجرة أنت بتخليه مولود سنة سبعة آلاف وثمانية وثمانين للهجرة إن شاء الله تبارك الله يعني لمن يعيش طيب أخذ استراحة محارب شوية بس ترجمة نانسي قنقر طيب صوتي مسموع بس لو تأكد لي يا أبو مسموع 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 نعم طيب يا جماعة الخير أبغى أتكلم عن النصوص الشعرية النصوص الشعرية يا جماعة الخير فبرايل أنا عندي نص هنا أنا جبته عشان يعني نحاول أن نطبق عليه حتى ما يكون كلامنا إنه مجرد كلام مرسل ما فيه تطبيق طيب طبعا في النصوص الشعرية أبو همس أرسال سامي الصوت راح صوتي راح الحين جاء اش سمعتم مني آخر شيء إنك بتطبق عملي طيب أنا طبعا مجهز هنا نص شعري حتى إنه يعني نطبق عليه ما يتعلق بعلامة أو علامات الشعرية العلامات الشعرية في برايل طيب خلوني بس أحاول أني أجيب أنا ما كنت متوقع أني بوصل بهذه السرعة لكن إن شاء الله أنه طيب هذا هو النص الشعري طبعا يقول طبعا هذه القصيدة لأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم يقول وَلَمَّا رَأَيْتُ الْقَوْمَ لَا وُدَّ فِيهِمُوا وَقَدْ قَطَعُوا كُلَّ الْعُرَاءِ وَالْوَسَائِلِ وَقَدْ صَارَحُونَا بِالْعَدَاوَةِ وَالْأَذَى وَقَدْ طَوَعُوا أَمْرَ الْعَدُوِّ الْمُزَايِلِي طيب خلينا نتكلم في البيتين هذه حتى نعرف ننطلق للأبيات التي تليها البيت الأول يقول وَلَمَّا رَأَيْتُ الْقَوْمَ لَا وُدَّ فِيهِمُوا هذا الصدر البيت طبعا البيت الشعري مكون من صدر وعجز من صدر وعجز صدر البيت وعجز البيت يسمونه أهل العروض مصاريع البيت مصراعي البيت البيت الشعري طيب وَلَمَّا رَأَيْتُ الْقَوْمَ لَا وُدَّ فِيهِمُوا هذا صدر البيت وَقَدْ قَطَعُوا كُلَّ الْعُرَى وَالْوَسَايِلِ هذا عجز البيت الأول وَقَدْ صَارَحُونَا بِالْعَدَاوَةِ وَالْأَذَى هذا صدر البيت الثاني وَقَدْ طَوَعُوا أَمْرَ الْعَدُوِّ الْمُزَايِلِي هذا عجز البيت الثاني طيب في مستندات المبصرين كيف يتم تنسيق النص الشعري يتم تنسيق النص الشعري يا جماعة الخير في مستندات المبصرين بالشكل التالي صدر البيت الأول وَلَمَّا رَأَيْتُ الْقَوْمَ لَا وُدَّ فِيهِمُوا معاها في نفس السطر في نفس السطر يضع ممكن ثلاث نقاط يضع ممكن علامة شعرية يضع ممكن زي خط معها في نفس السطر عجز البيت الأول وَقَدْ قَطَعُوا كُلَّ الْعُرَى وَالْوَسَائِلِي طيب كذا صار البيت الأول في سطر وحده طيب تعالني على البيت الثاني وَقَدْ صَارَ حُونَا بِالْعَدَاوَةِ وَالْأَذَاءِ تعالني على عجز البيت الثاني وَقَدْ طَاوَعُوا أَمْرَ الْعَدُوِّ الْمُزَايِلِي صار الآن عندي كم سطر عندي الآن سطرين صدور الأبيات تكون تحت بعضها يعني وَلَمَّا رَأَيْتُ الْقَوْمَ لَا وُدَّ فِيهِمُ هذا صدر البيت الأول يكون تحت بالضبط وَقَدْ صَارَ حُونَا بِالْعَدَاوَةِ وَالْأَذَاءِ يكون تحت بالضبط وَقَدْ حَالَفُوا قَوْمًا عَلَيْنَا أَظِنَّةً يكون تحته بالضبط صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة كذا صدور الأبيات تكون كلها تحت بعضها طيب نجي على الجهة الثانية عجز البيت عجز البيت الأول وَقَدْ قَطَعُوا كُلَّ الْعُرَى وَالْوَسَائِلِي طيب هذا عجز البيت الأول تحته يكون عجز البيت الثاني وَقَدْ طَوَعُوا أَمْرَ الْعَدُوِّ الْمُزَايِلِي تحته يكون عجز البيت الثالث يَعُضُونَ غَيْضًا خَلْفَنَا بِالْأَنَامِلِي يَعُضُونَ أَنَامِلْهُمْ مِنَ الْغَيْضِ طيب تحته بالضبط عجز البيت الرابع وَأَبْيَضَ عَضْبٍ مِنْ تُرَاثِي الْمَقَاولِي طبعاً الآن صار عندنا أربع أبيات عند المبصرين بتكون أربع صدور تحتها أربع أعجاز لبيوت شعرية طيب بعض الأحيان بعض الأحيان ما هو دائماً يكون عجز البيت نازل شوي عن صدر البيت يقدرون يضبطونها بالوورد عندهم مساحة الوورد معالج نصوص من الدرجة الأولى ما يضر أني ما أحبه أبداً ولا ينقص من قدره عشان ما يزعل علينا بالقتس طيب الآن أنا طبعاً طولت في مسألة فكرة النص الشعري عند المبصرين أنا طولت في هذه المسألة أكثر من اللازم بس عشان إذا جاء تحت يدك كتاب منسق الشعر بطريقة غير لائقة فعشان تعرف أنه هذه الطريقة عند المبصرين فلا تستغرب ممكن تجيك طيب عندنا إحنا في برايل هل هذا الأمر ينفع؟ لا ما ينفعه هل نقدر أن نطبق هذا الموضوع على برايل؟ برايل لا يمكن هل تقدر تحط شطر في سطر واحد شطر من بيت صدر أو عجز شطر من بيت في سطر واحد لا يمكن على الإطلاق إلا لما تكون على أبحر من بحور الشعر يعني من البحور القصيرة ليست من البحور الطويلة طبعا من المعلوم واللي ما يعرف ممكن تكون هذه أيضا معلومة جديدة بحور الشعر 16 بحر منها الطويل والبسيط والوافر والكامل والرجاز والهزج والمقتضب والمضارع وإلى آخره طبعا من هذه الأبحر بحر يكون طويل رجز بحر الرجز عفوا بحر يكون قصير صدر البيت يكون قصير وعجز البيت أيضا يكون قصير مثل الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرقي هذه طبعا على بحر الرجز وهي التي طبعا يعني عليها أكثر منظومات أهل العلم هذا البحر قصير جدا تقدر ممكن فبرايل أنك تحط الشطر في سطر وحده لكن لما تجي مثلا تتكلم وتقول مثلا قفى نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي لاحظ هذا بحر الطويل يعني تقريبا البيت يكون فيه تقريبا تقريبا 48 حرف فأنت ما بتقدر أنك تحطها إذا ما كان معها مسافات وكان معها تشكيل وكان معها مدريئة قفى نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول وفي حوملي إلى آخره ما تقدر أنك تخلي على بحر الطويل مثلا أو على بحر البسيط مثلا أنك يعني تخليها في سطر وحده ممكن على حمار الشعر البحر الوافر ممكن ممكن أنك تخليه في سطر وحده لكن الذي أريد أن أصل إليه يا جماعة الخير البحور الطويلة ما تقدر أنك تخليها في سطر واحد فتضطر أنك تقسم الشطر على سطرين وبعض الأحيان على ثلاث سطور فأنا أوصل للسطر الرابع وأنا باقي في العجز الثاني في الشطر الثاني من البيت الأول طيب يا جماعة الخير بينما عند المبصرين أنا أوصل السطر الرابع وأنا وصلت البيت الرابع فهذا أمر يعني لابد أن يفهم طيب إحنا كيف نسيطر على الأمور هذه نسيطر على الأمور هذه نكتب باختصارات نحاول نستبعد التشكيل اللي ما له داعي نحاول أنه مثلا لما هنا مثلا كلمة ولما عرفت؟ لا يمكن يعني الإنسان المعتدل أو الطبيعي لا يمكن يقراها لو كان ما فيها تشكيل لا يمكن يقراها ولما رأيت ولما رأيت لا يمكن الإنسان يعني الفاهم ممكن نلقى لام ألف موجودة لام فتحة ألف لابد أنك تستبدلها هذه الأمور يا جماعة الخير هي التي ممكن تقللك في طول البيت الشعري وتقدر أنك يعني تقدر أنك تجعلها في شطر واحد أو تجعلها في سطر وليس شطر تجعلها في سطر واحد طيب بس دقيقة لأنه أبغريح شوي شوي ترجمة نانسي قنقر طيب طويل تسمعني يا أبو رغد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر طويل يمد الوفرة بالهزج كامل عموما خلاص وصلت الآن هذه الفكرة الآن نجي نتكلم عن تنسيقها ببرايل تنسيقها ببرايل تنسيقها يكون بالشكل التالي علامة الشعر معروفة فبرايل اللي هي الألف الممدودة مكررة مرتين بعدها يجي مسافة بعدها يجي ولما رأيت القوم لا ود فيهم بعدين أحط علامة الشعر بعدين أبدأ سطر جديد أكتب وقد قطعوا كل العرى والوسائل أحط علامة الشعر أبدأ سطر جديد اللي هو بداية البيت الثاني الصدر الأول من البيت الثاني الشطرة الأول من البيت الثاني اللي هو يعتبر الشطرة الثالث في القصيدة لابد أني أضع قبله ثلاث مسافات ليش ثلاث مسافات المسافتين الأولى تكون موائمة لعلامة المد علامة المد بعدها مسافة عشان تكون موائمة للمسافة اللي فوق تكون أبدأ جميع الأبيات بنفس المستوى وقد صار حون بالعداوة والأذى أحط علامة الشعر اللي هي مرة وحدة بس أبدأ سطر جديد وما أترك ولا مسافة وقد طاوعوا أمر العدو المزايلي أحط علامة الشعر أبدأ سطر جديد أقول وقد حالفوا قوما علينا أظنة أحط علامة الشعر مرة واحدة فقط أبدأ سطر جديد وأكتب بدون مسافات يعض لا هنا بدون مسافات نعم اللي هو الشطر الرابع في القصيدة وعفوا الشطر السادس في القصيدة يعضون غيظا خلفنا بالأناملي طيب خلاص الآن استبانت يصير صدور الأبيات مسبوقة بثلاث مسافات أعجاز الأبيات ما تكون مسبوقة ولا بأي شيء لا نتوتر إذا احتجنا إلى أسطر جديدة مهما احتجنا إلى سطر أو سطرين أو ثلاثة ما أظن في بيت يجي في شطر يجي في أربع سطول لا يمكن فبراير لا يمكن إلا إذا كان يعني كل الحروف مشكلة على بحر الطويل وهذا وترى حتى غالبا ما تيجي لكن العبرة ببدء سطر جديد العبرة ببدء سطر جديد مع بداية كل صدر بيت أو عجز بيت ومن الأمور المهمة في العلامات الشعرية أن علامة الشعر المكررة التي ألف ممدودة مرتين لا تكون إلا في أول القصيدة أو في آخر القصيدة نهايات صدور الأبيات وأعجاز الأبيات لا تكون مكررة وإنما تكون مرة واحدة حتى أفهم أنا إذا كنت مثلا أبغى ألحن القصيدة لما أحط يدي على نهاية الصطر فأنا يعني أعرف أنه ما زالت القصيدة مستأنفة ولم تنتهي ولكن إذا حطيت يدي على نهاية الصطر ووجدت أن علامة الشعر مكررة مرتين فما بعدها يكون كلام نثري لا علاقة له بالشعر طيب يعني العلامتين اللي هي الألف الطويلة قبل أول شطر في القصيدة وبعد آخر شطر وبعد آخر شطر في القصيدة نعم هذا الطريق نعم طيب يا جماعة الخير نتكلم عن ما يتعلق بتنسيق تنسيقات المتعلقة ببرايل أنا محضر هنا كلام كتبته أبغى أقرأ لكم حتى يعني يكون الإنسان على بينه وهو يعني ينسق في برايل طيب الكلام هي عبارة عن وينها الكلام عبارة عن ملاحظات للسطور العربية أو أو الكلام العربي الكلام النثري الساد سامي هل العلامة بين الشطرين في المبصر كشيتاه وليش وليش يحطونهم في بعض الكتب تحط كشيدة بعض الكتب تحط مثلا نقاط غالب الدواوين أنا شفت هم يحطون نقاط طيب نقوله مسافة ثلاث نقاط مسافة تستبدل مثلا في الساطر الجزيل هذه بتكلم عنها بعد شوية هذه الآن الشغل المتعلق بالأمور التقني أنا بتكلم عنه بعد شوية هذه يعني أنا محضرها بس الله يعطيك الصحة والعافية أبو رغد طيب يا جماعة الخير في عندي في ملاحظات أنا كتبتها لكم هنا حتى أني أقرأها عليكم وأنا أعتذر عن الأصوات في الخلفية سامي بس طبعا في سؤال بخصوص البيات الشعرية يقول هل من المفترض أو من المستحسن أني أكتب الأرقام بعد العلامات الشعر أو قبل سواء قبل أو بعد ترقيم على بيات الأرقام فبرايل الأرقام فبرايل تكون قبل العلامات الشعرية الأرقام فبرايل تكون قبل العلامات الشعرية يعني واحد علامة الشعر بعدين البيت تبدأ تكتب البيت طيب نتكلم في الملاحظات يا جماعة الخير بس دقيقة السدر رشا تقول في بعض الكتب يضعون ثلاث نجمات بين الشطر وشطر أنا أقول لك يعني مين منضبطة ثلاث نجمات موجودة في بعض الدواوين بعض الدواوين موجود فيها الثلاث نقاط بعض الدواوين بس قليلة هذه مرة شفتها يحطون الشرطات طيب ف يعني هذه كلها أمور يعني ما هي منضبطة ما هي منضبطة طيب الملاحظات التي كتبتها طبعا أنا استقيتها من نظام برايل العربي المطور وضع رقم واحد وضع الرمز المكون وضع الرمز المكون من ستة ثلاثة ستة يعني مكون من خانتين النقطة السادسة بعدها النقطة ثالثة سادسة لتمثيل الخط قبل الكلمة بدلا من الرمز أربعة ستة الذي تخدم لتمثيل الهمزة تحت الألف زمان كانت الهمزة فوق الألف والهمزة تحت الألف كلها ثالثة رابعة لما نغيروها قالوا لا يا جماعة الخير لما تبغى تكتب إبراز مثلا فأنت لابد أنك تضع رابعة سادسة طيب رابعة سادسة هذه حقة الخط قال لا غيرنا لك الخط خليناه ثالثة سادسة من اللي يحتاج الخط يحتاج الخط جماعة أسئلة الاختبارات اللي بتكلم عنهم على طول بعد الملاحظات أسئلة الاختبارات هم يحتاج الكلمة التي قبلها خط رمز الخط ستة ثلاثة ستة هذا الذي أقر في برايل أو في مؤتمر تطوير خط برايل المشارئ إليه الرقم اثنين نظرا لوجود رمز واحد على لوحة مفاتيح الحاسب الآلي لعلامة التنصيص لعلامة التنصيص ويستخدم للفتح والإغلاق ويوجد رمزين على نفس اللوحة إحداهما لفتح أنا إيش كاتب هنا إذا قاعد أكتب سريع إحداهما لفتح القوس الهلالي والآخر لإغلاق القوس الهلالي ولكون نقاط رمز فتح القوس الهلالي وإغلاقه في طريقة برايل موحدة على عكس على عكس فتح القوس وإغلاق التنصيص ولما يحدثه ذلك من لبس في الترجمة الآلية بين الخط العادي وطريقة برايل فقد تم استبدال إحداهما بالآخر كما تم وضع أربعة رموز لتمثيل القوسين المربع والمزخرف فتحا وإغلاقا إيش يعني الكلام هذا كان زمان اليوم كنا نتكلم فيها معنا والأستاذ أحمد الملة كان زمان التنصيص فتح التنصيص ثانية ثالثة سادسة غلق التنصيص ثانية عفوا ثالثة خامسة سادسة كان فتح القوس الهلالي ثانية ثالثة خامسة سادسة وكان فتح غلق القوس الهلالي نفس الفكرة قالوا يا جماعة الخير هذه في لوحة المفاتيح هي نفسها الشفت والطاء فتحاً وإغلاقاً وهي نفسها في الفتح القوس الهلالي شفته تسعة وغلقه شفته صفر قالوا خلينا نستبدل واحد بالثاني سير التنصيص الذي يستخدم مع الآيات والأحاديث والاقتباسات هو ثانية ثالثة خامسة سادسة لأنه هو نفسه في الإغلاق وفتح القوس وفتح القوس الهلالي يكون ثانية ثالثة خامسة سادسة وغلق القوس الهلالي يكون ثانية ثالثة سادسة عفواً وغلق القوس الهلالي يكون ثالثة خامسة سادسة فاستبدلت لما درسنا إحنا على أيامنا كان بالطريقة القديمة الآن الذي أقر هي الطريقة الجديدة التي شرحتها لكم الملاحظة الثالثة جميع علامات التشكيل تأتي بعد الحرف المشكل مباشرة دون دون ترك أي مسافة أو أي فراغ ما فيه ما عدا علامة الشدة فإنها تسبق الحرف المشدد هذا القاعدة أو هذه القاعدة التي أقرت في مؤتمر تطوير وتوحيد خط برايل ما يجعل أو ما يغير هذه القاعدة أبدا أخطاء بعض الأسطر الإلكترونية المشهورة لما يجيك مثلا يخبط لك في الشدة يخلي لك الشدة بعد الحرف يقدم لك الشدة يخليها بعد التشكيل مثلا كلمة الرحمن يخليها ألف لام راه فتحة شدة اللخبطة هذه أبدا غير مبررة في برايل ولا لها أي قيمة وينبغي التنبه لها طيب يقول بعض الناس يا جماعة الخير أنا أجد حتى بعد التحويل لبرايل الشدة بعد الحرف ولكن هذا الكلام ليس الإشكالية فيه أن الشدة بعد الحرف وليس الإشكالية فيه جدول تحويل برايل وإنما الإشكالية في طريقة الكتابة لما يكتب المبصر يا جماعة الخير ألف لام راه فتحة شدة فإن جدول برايل على طول مبرمج أنه يسحب الشدة إلى خانة واحدة في الخلف فتصير بالشكل التالي ألف لام راه شدة فتحة وأنت تفكر أنه الشدة مكتوبة غلط لا هو بذل جهده الجدول جداول تحويل الويندوز ما هي الأسطر الإلكترونية الأسطر الإلكترونية لا ما بذلت جهدها للأسف الأسطر الإلكترونية فيما أعلم والعلم عند الله سبحانه وتعالى سيء تعاملها طيب الشدات ينبغي أن تكون قبل الحرف بأي طريقة كانت لما تكون مسافة شدة مثلا لما تكون مسافة شدة فيجيك الجدول برايل ويحول ويخلي الشدة قبل المسافة فقط هذا اللي بيسوي لأنه مبرمج على إيش إنه والله أسحب علامة الشدة إلى خانة واحدة إلى الخلف طيب علامات الترقيم هذا الرقم أربعة التالية النقطة الفاصلة الفاصلة المنقوطة الاستفهام التعجب النقطتان الرأسيتان تكتب في نهاية الكلمة مباشرة دون ترك أي فراغ هذا الكلام اللي قلناه أمس استبدل كل مسافة نقطة بنقطة واستبدل كل مسافة فاصلة هنا تنظف عشان تكون بدون أي فراغ معناها إذا كانت موجودة فيها فراغ بعدها نقطة فاعرف أنه هذا الكلام غلط وهذا الكلام غير مقبول أبداً في يعني نصوص برايل طيب رقم خمسة تكتب علامات الترقيم إذا جاءت متتالية دون ترك أي فراغ بين بين أي منها لما يكون علامة تنصيص وبعد نقطة فهي تكون متتالية لما يكون استفهام تعجب يعني استفهام تعجبي فتكون متتالية بدون ترك أي مسافة وهذه واضح ما نبغى نطول في شرحها تكتب علامة الحذ مفصولة عما قبلها وعما بعدها بخلية بخلية فراغ واحدة خانة يا حبيبي لا تقول لي خلية بخانة بخانة طيب يعني فراغ مسافة عفوا ما ليه فراغ ومسافة أنا خفت من مسألة خلية فراغ ثلاثة نقاط التي هي ثالثة 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 فراغ استأنف الكلام إذا فيه كلام هذه الطريقة اللي معمول فيها والتي لابد أن تنسقها وأنت تنسق في براير ملاحظة رقم سبعة تكتب علامات الأقواس والشرطات الاعتراضية بحيث تكون ملاصقة لما بينها في الفتح والإغلاق أبدا ما ينفع إنك تكتب صلى الله عليه وسلم وبعدها مسافة بعدها شرطتين زي حركات المبصرين هذا الكلام ما ينفع في برايل ما يمشي الكلام هذا وأيضا لعلنا نتكلم عن صلى الله عليه وسلم الله ما تكتب صلعم لأنه فيها أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي الله سبحانه وتعالى عليك عشر اللي إذا كنت مستغني فهذا الشيء يراجع لك ويكون الفراغ قبل الفتح وبعد الإغلاق يعني الفراغ يكون قبل قوس الفتح ويكون بعد قوس الإغلاق علامة التجزئة تستخدم للإشارة إلى أن الكلمة لم تكتمل بسبب ضيق السطر وتكتب ملتصقة أو متصلة بالجزء الذي أمكنت كتابته من الكلمة في السطر أو في نهاية السطر الأول وتكتب بقية حروف الكلمة في السطر التالي علامة التجزئة جماعة الخير التي هي ثالثة سادسة وتكون دائما في أواخر السطور لا حد يستخدمها كثير وخصوصا في الأسطر الإلكترونية صار في بعض الأسطر الإلكترونية أو أذكر كأن يمكن لها إعداد أو شيء إنها تستخدم أو ما تستخدم آخر ملاحظة علامة الرقم اللي هي ثلاثة أربعة خمسة ستة يجب أن تسبق الرموز التي تمثل الأرقام من صفر إلى تسعة سواء كان رقم منفرد أو أرقام متسلسلة طبعا إذا تبغى تكتب مثلا رقم جوال مثلا صفر خمسة خمسة إلى آخره فأنت تكتبها متسلسلة وما يعني تترك مسافات طيب الأمر اللي أيضا أريد أن أتكلم عنه تنسيق أسئلة الاختبارات تنسيق أسئلة الاختبارات هذا الأمر الذي يحتاجه كثير من الناس أو كثير من المعلمين بس تسمحوا لي ربع دقيقة بس كذا أخذ نفس نفس تنسيق أسئلة الاختبارات نعم نعم تنسيق أسئلة الاختبارات يا جماعة الخير يعني أمر مألوف عند يعني السواد الأعظم من يعني المعلمين دائما يفصل بين السؤالين بخط طويل يفصل بين فقرات السؤال الواحد بخط قصير يكون نصف الخط الطويل طبعا إذا كانت الأسئلة فيها فراغات فتراعى مسألة الحذف إنها تكون مفصولة علامة الحذف أو علامة الفراغ تكون مفصولة عن ما قبلها وعن ما بعدها بمسافة واحدة من الأمور المهمة أيضا في تنسيق أسئلة الاختبارات أن يترك سطر فاضي بعد الخط وقبل بدء السؤال التالي وبعد الخط الذي يكون في ترويس أسئلة الاختبارات اختبار مادة كذا للصف كذا الفصل الدراسي كذا بعدين خط بعدين سطر فاضي بعدين تكتب سين واحد طبعا بعضهم يكتب الأسئلة السؤال واحد يضع بين علامتي تنصيص تنصيص اللي كان زمان هلالية ويحط سين واحد بعدين يحط علامة الشروع أو علامة القول وبعدين يحط مسافة وبعدين يكتب رأس السؤال إذا كان في فقرات فهي تكتب إما بالترقيم واحد اثنين ثلاثة وبعد الرقم دائما تحط نقطة سادسة ليش تحط نقطة سادسة تحط نقطة سادسة لأنك لو ما حطيت نقطة سادسة ممكن أنها تقرأ واحد على أربعة واثنين على أربعة وثلاثة على أربعة لكن إذا حطيت نقطة سادسة معناها انتهى ما يتعلق بالرقم وصارت هذه نقطة بعد رقم واحد أو حط شرطة وريح راسك الشرطة التي ثالثة سادسة ثالثة سادسة ممكن أنك تستخدم ألف با جيم دال طريقة استخدام ألف با جيم دال وهي الطريقة الصحيحة أن تسبق بخامسة سادسة وهي علامة الحرف يسمونها علامة الحرف ألف با جيم دال ما ينفع أنك تخلي الألف ترميه بين تنصيصين أو تخلي الألف كده وبعده شرطة ما هو مسبوق بشيء ولا هو متلوب بشيء هذه أبداً ما تنفع ولا هي معمول فيها يعني ما يعمل فيها إلا النزر اليسير لكن المتخصصين والمتقدمين بين قوسين الشيبان اللي تعلمنا منهم يا جماعة الخير دايماً يحب أنه ينظم أسئلته ويحب يرتب شغله حتى تكون الورقة تفتح النفس لما تقرأها من الأمور المهمة في أسئلة الاختبارات لابد أن تراعي تغيير الترقيم ما ينفع أنك تخلي الفقرة ألف واختياراتها ألف باجي مدال ولا ينفع أنك تخلي الفقرة واحد واختياراتها واحد اثنين ثلاثة لابد أنك تخلي الفقرة واحد اختيارات ألف باجي مدال ولا الفقرة ألف باجي مدال واختياراتها واحد اثنين ثلاثة اربعة لا بد ان تضع كل خيار في سطر مستقل لا بد ان تضع كل خيار في سطر مستقل اذا كان الخيار عبارة عن كلمة وحدة حط كل الخيارين في سطر تراعي ما قدر المستطاع ان يكون الخيار واحد مثلا تحت الخيار اثنين تحت الخيار اربعة حتى تكون يعني الورقة منظمة جدا في أسئلة الصح والخطأ يفضل بدء فقرة جديدة أو بدء سطر جديد مع كل فقرة جديدة في الأسئلة المقالية يفضل أن توضع بين خطين حتى يتبين أن هذا سؤال مقالي وأن تكون متلوة بعلامة استفهام طيب بعد الأسئلة الاختبار عندي هنا ملاحظات متعلقة بالاختصارات طبعا الاختصارات يا جماعة الخير عزف عنها كثير من الناس الآن ولكن ينبغي أن يعلم عليها طلابنا ولا بد أنهم يعرفونها لأنها توفر ورق وتوفر جهد وأيضا حاجة حلوة وحاجة طيبة قواعد استخدام الاختصارات تستخدم الاختصارات لها قواعد وقرت في مؤتمر تطوير وتوحيد خط براي للمشار إليه أحب أني أنوه عليها يعبر الرمز رقم واحد يعبر رمز الاختصار عن حروف معينة مهما كان تشكيلها فالرمز مثلا خامسة مع حرف الباء تمثل باء عين دال ما تمثل بعد تمثل باء عين دال يمكن استخدامها في كلمة بعد يعني أتى محمد بعد أحمد خامسة باء مسافة وممكن أنك تستخدمها في كلمة بعدم يعني تكتب خامسة باء ميم يعني بعدم 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 الالتفات إلى الدورة ولا البربرة اللي يقولها المدرب طيب يا جماعة الخير الرقم اثنين لا تختصر الكلمات المكونة من حرفين وهي قد أو بل ثم كل إذا اتصلت بما قبلها أو بما بعدها هذا أمر ما يعرفه كثير من الناس كلما ما ينفع أنك تختصرها قدني وقطني عند أهل النحو ما ينفع أنك تختصرها أو ما علمت أني أحب ذاك الرجل ما ينفع أنك تختصر أو قبل أو ما في أو ما طيب بل 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 ما ينفع أنك تختصر بل يعني كيف تكتبها ما تجي مرة ما تجي طيب رقم ثلاثة لا تختصر الكلمات التي تشبه رموز اختصارها علامات التشكيل وهي إلى عن مع لم حيث لل إذا وقعت في وسط الكلمة أو في آخرها كلام تخصصي لازم نتكلم عنه أنا ما أدري أصلا ليش قاعد أكتب على أوراق وأطبع وأنا عندي برايل سنس يلا ما مشكلة الأوراق أفضل عشان يعني يكون لها رونقها عموما يا جماعة الخير شوفوا ليش قال إذا وقعت في وسط الكلمة أو في آخرها إلا أنه يا جماعة الخير التشكيل لا يمكن أبدا أن يأتي في أول الكلمة إلا في سطور برايل الجميلة ممكن يجي يشد في أول الكلمة ما علينا عموما ما أود أن نتكلم في هذه الأمور عموما مثلا مثلا حيثما ممكن تكتب ضمة وبعدها ميم ألف للأسد ممكن تكتب سكون وبعدها أسد يا أسد مثلا كلمة أبغالي كلمة فيها لم لمن لمن مثلا ممكن تستخدم لمس لمس ممكن تستخدم كسرسين ما في مشكلة نفس الكلام إلا عن مع طيب الملاحظة رقم أربعة لا تختصروا كلمة هو ومتى في أول الكلمة ولا في آخرها ليش لأنها في أول الكلمة متى تمثل قوش هلالي وفي آخرها متى تمثل عفوا تمثل تنصيص فتح وإغلاقا وهو في آخر الكلمة تمثل علامة استفهام وفي أول الكلمة تمثل فتح قوش هلالي طيب رقم خمسة لا تختصر الرموز التي قد تشبه بعلامات الترقيم وهي من وفي وست في آخر الكلمة ست اللي هو اختصار سينتاء اللي هو ثانية خمس سادسة ومن وفي اللي هي ثالثة خمس سادسة وفي اللي هي ثانية ثالثة خمسة في آخر الكلمة واحدة ممكن تكون تعجب واحدة ممكن تكون غلقوس واحدة ممكن تكون علامة وقف فما تنفع إنها تجي في آخر الكلمة ستة تختصر الكلمات التي تمثل تختصر الكلمات التي تمثل برمز في خانة واحدة مكتوب هنا خلية واحدة خانة واحدة إذا تكونت من ثلاثة أحرف أو أكثر عند اتصالها بما قبلها أو بما بعدها بشرط أن توضع النقطتان ثلاثة ستة قبل الحرف الدال على هذه الكلمة باستثناء رمز اختصار كان فلا توضع معها ثلاثة ستة عند اختصارها إيش يعني الكلام هذا إحنا نعرف إنه تاء معناها تلك إذا جت قبلها مسافة وبعدها مسافة لكن إذا جت في كلمة مثل مثل كلمة مثلا بتلك بتلك فأنت ما ينفع إنك تخليها با تا أنا ما نفهم هل هي بلت ولا هل هي بتلك لذلك لابد إنك تحط با ثالثة سادسة تا عشان أعرف إنك تكصد بالثالثة سادسة تا ولا ينفع إنك تحط الثالثة سادسة المتعلقة بالحرف في آخر السطر عشان ما تشتبه بعلامات التجزئة شوفوا يا جماعة الخير الكلام ترى دقيق جدا وتخصصي لازم الواحد يفهمه رقم سبعة لا آه إلا كان اختصار كان اللي هو إيش سبعة سبعة ما تحط قبلها ثالثة سادسة ليش لأن ما في حرف اللغة العربية يمثل أولى ثانية رابعة خامسة فاللي بالتالي أنت مستغني عن إنك تضع ثالثة سادسة لكن في اللغة الإنجليزية آه تشبه حرف الجي فلازم تحط ثالثة سادسة الإنجليزي إن شاء الله يجي من يتكلم عنه يا ربي يا كريم أنا ماني متخصص سبعة لا تختصر الكلمات التي تنتهي بالألف المقصورة مثل إلى على عسى معنى أولى أخرى أقصى أدنى عند اتصالها بالضمائر وهذا خطأ شائع يقع فيه كثير من المتخصصين للأسف تلقى يكتب عليه أولى ثالثة خامسة وها غلط تلقى يكتب مثلا إليه ثانية سادسة وها غلط هذا وإن كان معمول فيه ولكن الآن أو في المؤتمر أقر عدم العمل فيه ثمانية لا يختصر كل من ألف تا ياتا مربوطة واو نون بعد الحروف أو الرموز التي تكون من النقاط واحد اثنين ثلاثة التي تتكون من النقاط واحد اثنين ثلاثة أو أي منها ما يعني الكلام هذا لاحظ أنه ألف تا اختصارها رابعة سادسة في آخر الكلمة ياتا مربوطة اختصارها رابعة خامسة في آخر الكلمة الواو والنون اختصارها رابعة خامسة سادسة في آخر الكلمة طيب يا جماعة الخير هذا الكلام ما ينفع تستخدمه وقبله لام مثل كلمة مالية 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 ما ينفع تقول ميم لام بعدين تحط رابعة سادسة لأن المسافة بتكون طويلة بين الرابعة سادسة أو الرابعة خامسة لأن هذه في العمود الأيصر وهذه في العمود الأيمن فيكون عندك من الخانة الأولى الرابعة خامسة سادسة فاضية وعندك من الخانة الثانية أولى ثانية ثالثة فاضية لذلك بيطلع عندك نوع من الخانة الفاضية أنت ممكن تشتبه عليك وتفكر أنها كلمة جديدة أو ممكن تشوفها إذا شفت رابعة خامسة سادسة تشوفها تفكرها علامة تحويل لغة لذلك يقول لك لا تستخدم هذه الطريقة طيب يا جماعة الخير تسعة لا تختصر الحروف ألف تا ويا تا مربوطة واو نون واو ألف إلا في آخر الكلمة فقط ما ينفع أنك تستخدمها وإن جاءت في وسط الكلمة طيب هنا في ملاحظات أحب أني أقرأها بشكل سريع يقول أولا تم إجراء هذه التعديلات على رموز الاختصارات في نظام برايل العربي المطور وفقا للمعايير التالية واحد المحافظة على الاختصارات القديمة إلا إذا كان هناك مسوّغ قوي للتغيير لأنه تكلم عن الاختصارات وذكرها في جداول قويلة فيقول لك أنا ما غيرت الاختصارات إلا إذا كان في مسوّغ قوي يسمح لي أني أغير الاختصار رقم اثنين يقول أن يوفر من المعايير أن يوفر الرمز المستبدل أو المستحدث نسبة لا تقل عن خمسين في المية من أحرف الكلمة المختصرة ما أمكن ذلك يعني يقول لك أنا حاولت أني أجيب في الاختصارات المعايير هذه المعيار الثالث فصاحة الكلمة وشيوع استخدامها أو أن تكون مصطلحاً علمياً مثل برمج وبرنامج ما يختصر لك مثلاً كلمة غير فصيحة مستشزيرات إلى العلاء كلام غريب من غريب اللغة ما تلقى أنه اختصر أطيب أربعة وجود علاقة بين الرمز والكلمة المختصرة بقدر الإمكان حتى يسهل تذكرها يعني ما يحط لك مثلاً كاف اختصار لكلمات لبس ما في علاقة بينها كاف كيف لم ليس ميم مثل مثل إلى آخره قال ثانياً تمت الاستفادة من جميع الرموز المفردة والمركبة لإيجاد كلمات جديدة مختصرة ما عدى المواضع التي قد تحدث التي قد تحدث لبساً لقارئ مثل النقطة سادسة بعدها تأمر بوطة أنت ما تدري كيف تقراها لذلك يقول لك أنا استبعدتها أو استبعدتها المؤتمر وكذلك الرموز التي تستخدم لأغراض أخرى مثل علامة الشدة ما تستخدم مثلاً علامة الشدة أو نقطتين خامسة سادسة وعلامة الحرف طبعاً هذا ما يسهر الله سبحانه وتعالى الحديث عنه اليوم آخر كلام أبغى أتكلم عنه النص الشعري النص الشعري يا جماعة الخير أنا تكلمت عنه لكن في مسألة تخصصية متعلقة بتنسيق النص الشعري تنسيق النص الشعري بتقول لي أنا ممكن أني أستبدله إذا وجدت ثلاث نقاط أروح أقول له استبدلي كل المسافة ثلاث نقاط مسافة استبدلها لي ب يعني مثلاً فتح خليني أقول لك مثلاً ببدء سطر جديد مثلاً مثلاً لو فرضنا مثلاً أنت ما ما تقدر تستخدم هذه الحركة إلا في حالة أنت متأكد أن المستند كله عبارة عن قصيدة لما يكون المستند مثلاً فيه الثلاث نقاط ممكن تستخدم كفراغ ممكن تستخدم ك يعني بين صدر البيت وعجز البيت ممكن تستخدم كعلامة حذف إلى آخره فما تقدر تستبدل انتبه من هذه النقطة نرجع للمربع الأول وهو لابد أن تعرف طبيعة المستند الذي تعمل عليه أنا شخصياً أنسق النصوص في المفكرة ما أنا شغلي كله على المفكرة المبرمجين يا جماعة الخير يستخدمون مفكرة جت علي أنا طيب كيف أستخدمها طبعاً هي طريقة بدائية جداً لكن للأسف أنا يدي تعودت عليها فأستخدمها بأني أضع كل شطر في سطر وأسوي ثلاث مسافات في بداية كل صدر بيت مع عدل أول وأستخدم الألف الممدودة أروح أحطها في نهاية كل سطر أنا أستخدمها كذا طريقة مني والبدائية تنم عن شخص غير واعي ولكن تعودت يدي عليها لكن ما أثق أيضاً في يعني تنسيقي هذا لازم أني أقرأ النص بعد إخراجه طيب إذا كان النص عندنا جاهز وسويناه ببرايل أنا بس عشان أبغى أشوف لا يكون فيه أيه باقي إذا كان عندي النص جاهز وخلاص أنا أبغى أنقله لبرايل فإذا إني بستخدم ديكس بيري وهو أشهر معالج نصوص فأنا لابد أني أستخدم يا جماعة الخير سطر إلكتروني قدر المستطاع أو إذا كان عندي بقايا نظر أستخدم نظري ولكن إذا كان عندك بقايا نظر ووفرها لطريقك وخل مستندات برايل استخدمها بصابعك طيب في ديكس بيري يا جماعة الخير لما تنسق احرص على حاجة مهمة وهي قفل الصطور وقفل الفقرات وقفل الصفحات الله يجزع عننا خير الأستاذ أحمد الملة علمنا هذا الحاجة وأنا كل ما فتحت هذا الموضوع وتكلمت عنه أذكر من علمني وغيره وغيره يعني مواضيع دائما الواحد يحب أنه يذكر فضل الناس يعني خصوصا اللي أثروا فيه وعلموه بعض الأمور اللي لها نفع على حياته اليومية لأننا حياتي مع المستندات وأنسق المستندات ما علينا نقول يا جماعة الخير إيش يعني يقفل الصطور إيش يعني يقفل الفقرات إيش يعني يقفل الصفحات باختصار شديد لأنه ما بنقدر أننا نطبقها الوقت يضيق باختصار شديد أي مسافات فاضية تضع يدك عليها وأنت تدقق نص برايل فهي ما لها قيمة في برايل فروح امسحها بيش تمسحها أعطيها باكس بيس لكن انتبه لا تدخل صفحات في بعض لا تدخل عنوين في بعض لا تلخبط الدنيا انتبه لما تستخدم استخدم بحذر عشان كذا أقول لك نرجع للمربع الأول وأقول لك استخدم سطر إلكتروني خصوصا إذا كنت مبتدئ في مسألة معالجة النصوص عن طريق برنامج الدكس بري لأن برنامج الدكس بري يعرض لك البرايل قدامك على الشاشة المبصر يشوف عبارة عن طلاسم ونقاط مرمية ما يدري إيش قصتها طيب الدكس بري يا جماعة الخير لما تجي تقرأ النص بالناطق وتقول لي والله أنا بعتمد على الناطق ما هي صعبة لكن ما هي سهلة يعني الواحد يبتدأ أنه مبتدأ أنه يتعلمها أبغاك تنتبه أنه مثلا البا بيقول عنه بي الاختصار ال أو الثلاثة بيقول سي الصاد مثلا الصاد أتوقع الصاد هو اللي بيقول و اللي هو أنت العين نعم صحيح العين والطا الصاد الصاد أنت أي نعم والعين أف أظن أيوة والعين فتح قوس الظاهر ممكن لا فتح قوس يقول فتح قوس وغلق قوس لأن العين والطا في الإنجليزي يا جماعة الخير فتح قوس وغلق قوس هذا أنا أعرف في الصدار 11 يقال أنه تحدث في الصدار 12 وصار يقرأ عربي ويقرأ كلام مفهوم أنا ما جربت الصدار 12 ما أذكر أني جربت يعني حتى أني أتكلم في هذا الموضوع في الدكسبري يا جماعة الخير لا بد أن تحرص على ترقيم الصفحات أن يكون في الأعلى في اليمين هذا هو المعمول به في النصوص العربية بعض النصوص العربية بعض للإجتهادات يحط لك صفحة في اليسار ويحط لك 2 و 4 و 6 و 8 و 10 للأمانة ما يعني أنا ما أشوف أنها مجدية لأنه خلاص تعودنا على يعني منطقة معينة أو مكان معين في أعلى يمين الصفحة في تقديري في الإنجليزي الظاهر أنه ماشي معاهم الكلام هذا خصوصا ما أدري منك كان يقول لي أنه جاله كتب من بريطانيا ومعمول فيها 2 و 4 و 6 و 8 يعني قد قراها والله أنا ما أذكر من كان يقول لي لكن عموما يغفر لنا وله من الأمور المهمة في الدكسبري يا جماعة الخير كل وخصوصا إذا كنت ما تستخدم سطر إلكتروني كل ما تجري أي تعديل احفظه لأن المؤشر إذا ضيع معاك ما بتقدر تعرف بسهولة أنت وين وصلت من الأمور المهمة في الدكسبري يا جماعة الخير أنك تفهم أن الباء والياء والسين تمثل أولى ثانية ثالثة والتاء والنون والميم تمثل رابعة خامسة سادسة طيب أتوقف الآن نفتح المجال للأسئلة سامي أذكر ها حبيبي في أذكر كان مشكلة في الدكسبري أحيانا فيه رمز الناطق ما يقراه يعتبره بداية صفحة جديدة ما أدري وشه تمثحه ويحل المشكلة أذكر كان نكتب أسئلة جيك يحط لك في الصفحة الأول لسطرين وبعدا نكمل بقية الأسئلة في صفحة جديدة إذا كان الأستاذ أحمد الملة موجود فهو بيفتين أنا والله ما قرأ ما يقرأ على المشكلة أبدا والله ما أذكر لكن وحتى في السطر يعني لما تطبع ما يجي شيء بالبرايل للأسف إيوه وإذا كانت في صفحة في اليمين يطلع لك رقم الصفحة بس فوق إيوه فلازم تنتبه وإنت تنسق طيب أتمنى أن يكون قدمت يعني ما يفيد وما يعني يليق ب وقتكم المبذول وما يليق بأسماعكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأجمعين طيب أحمد الملة موجود أرفع يدك أحمد عشان أعطيك المايك لنسمع رافع يده أعطيه المايك هو يرد عليك هو الموجود بس يرفع يدك بس عشان أعطيك المايك لأن العدد كبير ما شاء الله أستأذن الجميع أنه أقدم أحمد الملة بحكم أنه أستاذنا في الموضوع هذا طبعا اللين يجاهز نفسه إلا وأتوقع أنه رفع بحكم موجود موجود لاحظة بس نقز المؤشر طيب خلي تفضل تفضل يا أستاذ أحمد أنا سهلا السلام عليكم ورحمة الله صوتي مسموح فضل نعم الله يبارك فيكم شكرا أستاذ سامي على هذا الإطراء الطيب صراحة خجلتنا ما أدري هو كان استفسار الأخ أنه في رمز ينحط في رمز ينحط معين قال لي ويطلع على صفحة جديدة أنا وصلت للطريقة في الدكسفري اللي هي تفتح بس والله نسيت المصطلح تدري أحمد مو بجدامي كمبيوتر بس هي اللي تفتح الشغلة اللي يسمونها الرموز الرموز الغير ظاهرة والله ممكن تساعدوني فيها أنا بوصفها لكم اللي هي تفتح مثلا يراويك المسافات فين التاب وين ال في أي قائمة يا بو والله يشوف أنا إن شاء الله أوعدكم لو تتذكرها بكرة بكرة إن شاء الله يبهى لكم لأنها حاليا أنا لا يقوم ما عندك دكسفري قريب منك في البيت والله صاحا ما أخفيك الأمر أنا في بيت الوالد مو في البيت غششك طيب هذا تكسفري مفتوح قدامي في في edit لا مش هي في الview بتكون في الview في الview على ما أتوقع شو عندك في الview في ما يتعلق بالstyle apply style وما ما إلى ذلك لا كمل translation code لا character codes لا على ما أعتقد على ما أعتقد character code هي فيها sub menu termination sign termination sign وما إلى ذلك لا 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 مش هذي طيب لعلي أتواصل معك إن شاء الله صباحا إن شاء الله ونجيبها مع بعض إن شاء الله إن شاء الله هي بس أنا حاليا لأنني ما عندك دكسفري فما أريد أني أحرجك يعني أنا حاول ما عندي دكسفري هاي شغلة الشغلة الثانية بس في ملاحظة في موضوع التنسيقات اللي ذكرها الأستاذ سامي هي شي حلو إن بعد كم والله هالكلام كان في الفين كم كان المؤتمر سامي سنة الفين الفين واثنين شي حلو إن أنا أشوفها التفاعل بعد ثمونتعشر سنة اللي أنا كنت من حضور المؤتمر وكان والله ذكرنا والله كان شغل جامد لمدة تقريبا عشرة أيام هو المؤتمر عقد على فترتين مش فترة واحدة والخلاص أنه كانت الفترة الأولى كانت تقريبا سبعة أيام والفترة الثانية كانت برضو سبعة أيام والفترة الثانية اجتماعنا بعد سنة كانت لجنة مصغرة هي اللي طلعت بهذا التقرير اللي يقرم من الأستاذ سامي أما الجلسات الأولى قدمت أوراق عمل كثيرة تقريبا توصل إلى مية أو شيء أو ميتين ورقة عمل وهذه الخلاص مثل ما يقولون شي جيد أنا في موضوع التنسيق موضوع التنسيق أنا كنت دائما أذكر نقطة أن التنسيق هذا هي ذائقة فلا تحد الشخص اللي قايم على الطباعة بأمور كثيرة يعني أنت ممكن تلزمه بأمور عامة أما موضوع الأسطر موضوع العلامات الشعرية بالشكل اللي ذكر الأخ سامي وجود العلامة الشعرية أكيد بس طريق التنسيق الأبيات الشعرية طريق التنسيق الفقرات إما ما إلى ذلك أترك مجال للشخص اللي قائم على التنسيق أنه يظهر إبداعاته هاي كوجهة نظر جميل وأشكركم على هذا الجهد الطيب شكرا الله خير وبارك الله فيك أستاذ أحمد الله يسلم يا رب لا يعطيك لا الله يبارك فيك طيب أنا لقط سؤالك يا أستاذ والله ما أدري إيش اسمك لكن في مستند مكتوب أنا قاعد يعني أجتهد أني أكتبه لكن إن شاء الله بإذن الله أنه يحاول أنه يظهر ونرسله لكم على الإيميل بإذن الله بإذن الله بإذن الله أنا والله ما لقيت حتى الاسم لكن في سؤال في سؤال نعم خذت إي خلاص ظهر أنه هذا كان أظن لهابي أظن طيب في مناقشات ما في شيء في الشات يا إسحاق في شيء غير اللي قرأناه أنا خافي أدخلي وطليني الجوال طيب لفي حد رافع يده لا ما في طيب يعني خلاص نقفل نعزل والله طبعا سامر الكل يشكرك هذا الشيء الأول وشيء الثاني طبعا السؤال اللي أنت قرأته جاوبت عليه طبعا الأمر الثالث أنا برجع أكد أنا والله ما قرأته جاني أشعار ولقطته على طول لأنه صحيح لا لا خراس أنت جاوبت عليه طبعا الكل اللي يشكرك وأعتقد أنه يعني من أراد أيضا أنه يطرح سؤال متاح لكن رسلة برضو حتى في الشات يعني خلاص غلقت أغلبهم مثلا كانت تتكلموا على موضوع النطع والعين قوسين قوس مفتو يأكدون المعلومة طبعا يأكدون المعلومة وفي نقطة برضو خمان إن شاء الله برضو سامي أنا برضو يعني براجعها معك إن شاء الله على بكرة عشان إذا كانت معلومة صحيحة تضيفها إن شاء الله لدورة بكرة بإذن الله طيب دام ما في نقاشات أو ما في شيء ولا في أحد رافع يده بس تأكدوني لا يكون أحد رافع يده يا جماعة الخير لا لا ما فيه لا لا ما فيه أكون تأكد والشات خلاص ما انتهت في رسلة طيب إلى أن نلقاكم غدا وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله عليكم السلامة ورحمة الله وبركاته